خرجية الإيرانية قالت إن هناك بوادر صدرت عن الحكومة الأمريكية وقالت إن واشنطن يجب أن تتصرف بموجبها مؤكدة أن الاتفاق جديد سيبرم إلى جانب الاتفاق السابق أما رئيس الوفد الإيراني إلى المحادثات فقد قال إنه تم تشكيل تفاهم جديد وأرضية مشتركة بين الجميع الآن كذلك خرجت موسكو بتصريحات مفصلية إذ أعلنت أن المفاوضات تدخل مرحلة الصياغة لكن الحلول العملية لا تزال بعيدة أسجلت واشنطن تصريحات مختلفة عن سابقاتها إذ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن المحادثات كانت بناءة وقال إنه كان هناك جهد حقيقي للعودة للامتثال المتبادل لاتفاق عام 2015 أمام ذلك كله يتنامى القلق الإسرائيلي من أن تصفر المحادثات عن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى توقيع الاتفاق مرة ثانية في غضون أسابيع بدورها أكدت الصين أن كل الأطراف المشاركة تفقت على تسريع العمل في الأيام المقبلة بما يسمح للجنة المشتركة بالتفاوض حول صيغة محددة لرفع العقوبات ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تجريان محادثاتهما بشكل غير مباشر بوساطة الاتحاد الأوروبي إذ يعقد مسؤلوء الاتحاد المعنيون بالتفاوض لقاءات منفصلة مع الوفد الأمريكي ترجمة نانسي قنقر